145 ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون طالبا وطالبا من جميع التخصصات الفرعية يتقدمون الامتحان التوجيه في مبحث التربية الإسلامية في اليوم الأول للمتحان بعد غد الثلاثاء وزارة التربية والتعليم خصصت ألفا أو ثمانمائة وستا وخمسين قاعة امتحان في سبع مائة وستة وستين مركزا في أنحاء المملكة كافة هذا وكانت الوزارة قد أكدت سابقا استكمال الاستعدادات لعقد امتحان التوجيه بين الرابع والخامس والعشرين من شهر تموز